مع بدء الانتاج بحقل خزان سيرتفع انتاج السلطنة من الغاز الطبيعي المسال بنحو الثلث حيث من المتوقع ينتج هذا الحقل حوالي 7 تريليونات قدم مكعب خلال 30 عاماً وتقدر القيمة الكاملة لتطوير مشروع حقل خزان بحوالي 16 مليار دولار أمريكي تشمل حفر 300 بئر خلال 15 عاماً المقبلة ليرتفع بذلك مستوى الانتاج إلى نحو مليار قدم مكعب من الغاز يومياً و25 ألف برميل يومياً من الغاز المكثف ويشكل مشروع خزان المرحلة الأولى في تطوير واحد من أكبر مشاريع الغاز غير التقليدية ذات المكامن الضيقة في منطقة الشرق الأوسط والمتوقع يكون مصدراً رئيسياً جديداً لإمدادات الغاز في السلطنة على مدى عقود عديدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة للمشاريع الصناعية والتجارية ومن أكبر المستفيدين المباشرين المناطق الصناعية والموانئ كمنطقة الدقم الاقتصادية بمختلف مشاريعها المستقبلية وستبدأ أعمال البناء والتشييد في منطقة الامتياز رقم 61 العام المقبل ومن المتوقع تسليم أول شحنة من الغاز في العام 2017 ويكتسب هذا المشروع همية استثمارية كبيرة لكل من السلطنة وشركة النفطة البريطانية وسيفتح المجال أمام مزيد من فرص العمل للشركات المحلية والمواطنين اشتركوا في القناة